أصيب أكثر من مئة فلسطيني بينهم أطفال وسيدات خلال إطلاق قوات الاحتلال الرصاص على متظاهرين على شريط الحدودي لقطاع غزة كانت فعاليات الجمعة التاسعة لمسيرات العودة الكبرى قد انطلقت عصر الأمس تحت اسم مستمرون رغم الحصار وشارك ألاف الغزويين في المسيرات التي دعت إليها الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار اشتركوا في القناة